الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابطال السنوية العامة وحوش المذاكرة. دلوقتي مع حضراتكم اكتب المعاصر الوحدة الخمسة بعنوان The Future of Work. وهناخد دلوقتي الفوكاب بتاعت lesson one two part one. ادي الكي فوكاب بتاعت الوحدة مع حضراتكم مع انا اول حاجة كلمة catch up. يعني يواكب او يسير او يلحق. وخلي بالك. ان catch up دي ممكن لوحدها كده خلاص انا عايز الحق وما جيبش وراها مفعول. تبقى catch up بس. النبا لو عايز اقول يلحق بي يبقى لازم اقول catch up. لو انا هقول ايه بقى? لو هقول وراها مفعول. زي catch up with your work كده يعني تلحق ده عملك. بعد كده install يعني يثبت او ينصب برنامج. بص يا جماعة من الاخر install دي معناها يسطب. بيقول لك انا هسطب البرنامج ده او هسطب الويندوز او هسطب الوفيس. install يعني يسطب. install a software اهو ينصب برنامج. join يعني ينضم الى. join a virtual meeting يعني ينضم الاجتماع افتراضي. leave يغادر او يترك الماضي منها leave a virtual meeting يعني يغادر او يترك الاجتماع الافتراضي. طبعا الاجتماع الافتراضي دوت اللي هو بيبقى على النت يعني الناس بيتبقى قاعدة كل واحد في بيته وبتبقى المايكات شغالة وهكزا. look into يعني يتحقق من او يحقق فيه وخلي بالك منها علشان مهمة وجهة عليها اسئلة كتير. look into يتحقق من او يحقق فيه. look into possibilities يعني يبحث فيه امكانيات معينة او او عن امكانية كزا او يحقق او يتحقق من ان في حاجة ممكنة انها تتعمل. ناحية اليمين هي اختصار information technology يعني تكنولوجيا المعلومات. mute برضو مهم ما خلي بالك منها يعني يكتم الصوت او يعمله صامت. يعني دلوقتي كلمة mute اصلا لها معنين. يكتم او يصمت يعني يخليه صامت يعمله صامت. واصلا كلمة يعني صامت اصلا صفة. يعني بتيجي فعل وبتيجي صفة. تعال بعد كده على يعني يكتم او يخلي الصوت بتاعه يعني مفتاح تشغيل. خلي بالك من كلمة دي اللي هو المفتاح الكهرباء اللي احنا بندوس عليه بننور او بنطفي مفتاح تشغيل ويبدله معناها برضو يبدل. يشغل خلي بالك منها مهمة جدا الوحدة اصلا كلها على اللي هي الافعال اللي جاي معها حروف يعني يطفي. بس في كمان لو وخلي بالكم بتساوي يشغل ويطفي برضا. لو عايز بقى تعلي الصوت ترفع الحرارة. تعلي الصوت ترفع الصوت يبقى طيب عايز اقول عايز اعلي الصوت او عايز او 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 اووطي الصوت يبقى ترن او ترن داون يعلي ويوطي. زيو كان هيعلي صوت او هيعلي حرارة او يوطي صوت او يوطي حرارة. يعني يشارك او مشاركة وطبعا معناها حصة او نصيب. يعني لو انا عايز اقول حصة مصر من مياه النيل لا مساسة بها. او نصيب مصر من من مياه النيل او حصة مصر من مياه النيل يبقى شير. يبقى شير بتيجي فعل بمعنى يشارك او مشاركة او يتقاسم. وبتيجي بمعنى حصة او نصيب باسم وبرضه خلي بالك منها. شير اسكرين حلوة برضو كلمة شير اسكرين دي يشارك شاشة. يعني لو انا عامل معكم اجتماعي افتراضي وعاديم بنتكلم مع بعض. ممكن اخلي الشاشة اللي معي دي اشاركها مع الاخرين يتفرجوا على نفس الشاشة اللي انا اشغال عليه. تعال بعد كده على اللي هي برضو مهمة يعني مجيء او ظهور يعني اجداد او اسلاف خلي بالكم من كلمة دي فيها حاجتين. لو كلمة دي معناها طلب انضمام لا ما ينفعش تختصر. هي اسمها لو انا عايز مسلا رايحة او اقدم وظيفة وباملأ او بقدم يبقى اسمها وبس. انما لو معناها تطبيق على الانترنت ينفع ان انت تستخدمها وينفع انك تختصرها اما اللي معناها طلب انضمام دي لا تختصر. وخلي بالك منها علشان جاي عليها سؤالين بالطريقة دي. يبقى معناها طلب انضمام ده عارفينه لا يختصر. اما تطبيق فينفع يبقى كلمة وينفع اختصرها تبقى تعالى على يتقدم بطلب بقى الفعل اللي هو يعني متوسط او معدل خلي بالك منها بتساوي هنبقى ناخدها في المراضفات معناها بالصدفة او عن غير قصد يعني سبب او يسبب يعني يتحقق من يعني محصل يعني عشان خطر بتدفع عنده الفلوس وتمشي وتاخد حاجتك تمشي تشيك اوت محصل. بعد كده انترفيوي وانترفيور انترفيوي ده الضيف اللي انا هقعد اسأله اعمل معي الحوار. ده الضيف اللي جاي يحضر عندي. النما الانترفيور هو المزيع او المحاور اللي بيحاور الضيف خلي بالك منها علشان برضو مهمة. سوق العمل يعني منطقي يعني مايكروفون يعني مايكروفون. حلوة كلمة دي وخلي بالك منها يعني يوصل بالك بالكهرباء. يعني يبقى معناها انت ايه وصلت بالكهرباء او يعني يشيل فيشها. يبقى دي اصلا معناها فيشها. لو الجاية فعلي يبقى معناها يوصل بالكهرباء او بجهاز. بالاضافة الى ذلك او زائد يعني وظيفة او مكانة يعني امكانية او احتمالية وتعالي بعد كده على تلتمائة اتنين وعشر. بيقول لحضرتك كلمة برضو مهمة جاي عليها كزا سؤال التوضيح. اعلان او توضيح. كوليج زميل في العمل كوليج زميل في العمل يعني مكالمة جماعية او مكالمة في مؤتمر. يعني هت هتعمل للكل مؤتمر او اجتماع على النت او مكالمة جماعية مكالمة بيشتري فيها كزا واحد اسمها كونفرنس كول. كونفرنس اصلا يعني مؤتمر. اتصال كونسيكوينس 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 يعني نتيجة مهمة برضو كونتاكت يتصل بي او اتصال او تواصل دي بيت مناظرة او نقاش ديكلاين مهمة كلمة ديكلاين. كلمة ديكلاين اصلا معناها انخفاض او نقص او انهيار او ينخفض وجاية برضو لعب عليها هنا في الدرس دوت بمعنى يرفض يبقى ديكلاين معناها ينخفض. فعل ومعناها انخفاض او نقص او انهيار اسم. وجاية هنا بمعنى يرفض في الوحدة برضو جايب عليها كزا جملة بمعنى يرفض. خلى بالك منا. دي ليه يعني تأخير او يؤخر? يعني يدمر. ايميرج برضو جاية يعني يزهر او يبرز يعني منتدى برضو جاى عليها سؤال يعني فوري او لحظة جاى عليها سؤال احنا عارفين ان يعني شخصي جايب هنا وبرضو بيقول عليها شخصي او بشري يا جماعة دي يعني شخصي يعني بين شخصي يعني بينك وبين شخص اخر لازم العلاقات بتاعتك تبقى كويسة يعني ايه العلاقات يعني بينك وبين الاشخاص الاخرين برضو جاى عليها سؤال ولا اتنين ناحية اليمين يعني تنبؤ او نبوءة يعني يوعد او وعد يعني يدرك او يستوعب وبعد كده يعني يخاطر او مخاطرة برضو جاي عليها سؤال يعني جدول الاعمال او المهمات اللي هتقوم بها معمولة جدول يعني ملحوظ او كبير او مميز يعني برنامج جاية مهمة جدا عليها برضو سؤال ولا اتنين يعني يناسب او يصلح لي سوت اصلا يعني بدلة سوت برضو جاية بفعل بمعنى يناسب او يصلح لي اللي هي اصلا ايجا منها الصفة بتاعت سوتابل يعني مناسب خلي بالك من تكنيكا يعني تقني او فني تريند يعني توجه او نزع تريند بيقول لك اذا ركب التريند ركب التريند يعني خلاص بقى الاتجاه كله ناحيته او الانتزاع الناس ناحيته تريند يوزر فرندلي يعني سهل الاستخدام بيقول لك التلفون ده سهل اي حد يعرف استخدامه يعني سهل الاستخدام يعني نسخة او اصدار بيقول لك نسخة الويندوز بتاعتي ضربت عايز اعمل نسخة جديدة او عايز اصطب نسخة جديدة يعني نسخة او اصدار خلي بالك من برضو حلوة يعني افتراضي اجتماع افتراضي حاجة افتراضية يعني على النت يعني ما هيش ما هيش موجودة في الواقع فبنسميه الافتراضي ولذلك في حاجة اسمها يعني العالم الافتراضي او السوشال ميديا او الحاجات الافتراضية دي خلي بالك منها الكلمة دي يعني ازدهار او راحة او رفاهية. ازدهار او راحة او رفاهية. خلي بالك منها جاء عليها سؤال. تعريفاتك يا باشا. ادي عندك اتنين اول واحدة دي معناها يواكب او يسير اهو شوف يقول لك ايه تبدأ ان انت بقت هتحسن وتوصل لنفس المستوى زي نفس الناس اللي معاك في فصلك او في مجموعتك. يبقى بكده معناها تواكب او تسير. طب افرض بقى انا ماشي في طريق. وعايز الاحق الجماعة اللي انا ماشي معهم وانا متأخر وراه. هنا مش معناها يواكب او يسير هنا معناها يلحق بي. انك تأتي من الخلف وتوصل لواحد ماشي قدامك بان انت تمشي اسرع. يبقى فيه واكب او يسير يعني تتطور. وفيه يلحق بي يعني يبقى متأخر ويلحق الناس اللي قدام منه. ادي كلمة قلنا معناها يسطب او يثبت او ينصب برنامج انك تضيف برنامج جديد. عشان يبقى جاهز للاستخدام. اللي هي اختصار يعني تكنولوجيا المعلومات. ما لها الاي تي والانفورموشن تكنولوجي. اللي هو دراسة واستخدام العمليات الالكترونية. تكنولوجيا المعلومات انك تدرس او تكون قادر على استخدام العمليات الالكترونية. والاجهزة الالكترونية. من اجل تخزين معلومات. وجعل المعلومات دي متاحة ومتوفرة. يبقى ده شغل الاي تي. يعني ينضم الى. يعني ينضم الى يعني يلحق. لأ. هتبقى فيه اختلاف بينها وبين كاتش ابوزلح. سنتفكر ان جوين يعني ينضم الى زي بالزبط زي يلحق بيه كاتش ابوز لأ. ينضم يعني يشارك في نشاط. مش يلحق ناس في المشي او يواكب او يتطور. ينضم الى يعني يبدأ ان هو يشارك فيه نشاط. اللي الناس التانية برضو مشتركة فيه. يبقى خلي بالك منها عشان ما اتلخبطكش معه. الكلمة التانية بتعكتش ابوز. لك انتو لك انتو قلنا معناها يبحث فيه او يحقق فيه. معناها ايه? انك تحاول انك تجد الحقيقة بخصوص مشكلة او جريمة علشان تبدأ تحلها. تحاول انك تدور على الحقيقة. تبص في الحاجة عشان تلاقي لها حل لمشكلة او جريمة علشان تحلها. يعني يكتم الصوت. يكتم الصوت يا فاندم انت بتبقى مثلا التلفزيون وبتوطيه. آآ عمل التليفون صامت. يبقى توميك ذا ساوند. انك تجعل الصوت بتاع حاجة كويتر اكتر هدوءا توطيه. او تكتمه خالص او يختفي الصوت تماما من هذا الجهاز اللي انت عايز توطيه. معنا كمان بقيت التعريفات بيقول لك كلمة اللي احنا قلنا معناها حصة او نصيب وما بمعنى يشارك. تبقى تبقى انك تمتلك شيء او ان ان تستخدمه بالمشاركة مع بقية الناس. سويتش اوف وسويتش اون. سويتش اوف يطفي. سويتش اون يعني يشغل. ما تزعلش نفسك تيرن اوف اماشين. انك تطفي آلة لايت او نور راديو او راديو اتسترا الى اخره. اهو. هي تيرن اوف. ونفس الحكاية بالنسبة لسويتش اون هي تيرن اون اماشين. انك تشغل الآلة. بس خلي بالك بقى من اللخبطة فين. مع تيرن داون يوطي الصوت وتيرن اوف يعل الصوت. ممكن ما يبقاش الصوت بس الصوت او الحرارة او اي حاجة بتعلق وتوطي يا جدعان. يبقى معاك تيرن داون شو بقى اهو. انك تشغل او تدير المفتاح اللي في الماكنة زي الفرن مثلا الراديو او الراديو. ادي مفتاح الحل. او عشان يطلع صوت اقل او حرارة اقل الى اخره. طب لو هيرفع نفس التعريف بس بدل هتبقى مور حرارة اكتر او صوت اكتر لو انت عايز تعلي او ترفع. تعال بقى على التمرين ونستفتح بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد. بيقول لحضرتك ايه رقم واحد. لو انت عايز التطبيق ده انه اداءه يتحسن. انه يؤدي اداء افضل. التحديثات الاخيرة او احدث تحديثات او اخر تحديثات. لو المفروض اننا نعمل ايه? على طول يا باشا انستول. هستطبها. هنزلها بقى عندي. number two. would you kindly space the sound until i have finished my call? ممكن kindly من فضلك من عطفك الصوت لغاية لما اخلص المكالمة بتاعتي? والله بقى انا في عندي اربع حاجات ايه الليها علاقة بالصوت فيهم? هتبقى mute the sound ان انت تكتم الصوت او تعمله تعمله صامت لغاية لما اخلص المكالمة. number three. about five hundred new members. اه حوالي خمسمائة عضو جديد. المعاصر فيج صفحة المعاصر on facebook على الفيسبوك every day كل يوم. خمسمائة واحد جداد على صفحة المعاصر في الفيسبوك بيحمله? ولا يلائم? ولا يناسب? ولا جوين? جوين يعني ينضم الى بيلحقه او بينضمه بي صفحة المعاصر على الفيسبوك وشير يعني يتقاسف? number four. use this switch. استخدم المفتاح ده. هنا switch معناها مفتاح. ليه? ايه اللي عرفك يا مستر انه مفتاح? معلش خلينا ندردش مع بعض شوية. هنا this اسم اشارة يا جماعة. واسم الاشارة لا يشير الا لاسم. يبقى this دي لازم ييجي بعدها اسم. استخدم هذا المفتاح. to turn the machine on عشان تشغل القالة. in this sentence في الجملة دي كلمة switch is. ناون اسم ولا بفعل ولا adverb حال ولا adjective. هتبقى اسم ناون لان انا معايا هنا كلمة switch. جاية بعد this يبقى مش معناها يشغل دي معناها مفتاح. number five بيقولك give me some time to space possible solutions to the problem. اعطيني بعض الوقت لكي نقط الحلول الممكنة to the problem للمشكلة. الاجابة هتبقى look into يعني ابحث وادور في الحلول الممكنة للمشكلة. plug in يعني يحط الفيشة وديلي يعني يتأخر و decline قلنا معناها يقل او ينقص ومعناها يرفض او يتجاهل. طيب. تعال بقى على رقم ستة بيقولك ايه. it would be very difficult to space if you missed two weeks of school. سيكون صعب جدا ان انت ايه? لو انت فضيعت اسبوعين من الدراسة. لو في اسبوعين راحوا من الدراسة منك. هيبقى من المستحيل عليك انك تلحق. انا بقى عايز اسأل حضراتكو هنا. هل فيه مفعول الحق ايه? مفيش مفعول. يبقى الاجابة هتبقى catch up. والدليل على كده انك حضرتك لو بصت في رقم سبعة العملية حتصبط معك. نفسي بجملة رقم ستة بيقولك it would be very difficult. زيها هي العمل الدراسي بتاعك او شغل المدرسة. لو انت فاتك اسبوعين من الدراسة. هتبقى الاجابة هنا. تبقى الاجابة يعني يلحق بي الاجابة نمرت بي. يبقى فوق انا اخدتها من غير علشان خطر انا ما عنديش مفعول علشان او الحق بايه? او اواكب ايه? او اسير ايه? او الحق بايه? يبقى الاجابة هنا هتبقى من غير انما لما اجاب مفعول وراها جبت وذ علشان اقول يلحق بي. تعال على نمبر ايت بيقول لك space before you go to bed. نقط قبل ما تخش تنام حضرتك. حضرتك هتدخل تنام. يا ترى هنعمل ايه في التلفزيون? turn the tv up. اعلي صوت التلفزيون. اعلي ازاي انا دخل انام. ولا switch the tv off. اطفل التلفزيون. ولا switch on the tv. شغل التلفزيون. هتبقى الاجابة من امرت بي. اطفل التلفزيون طالما داخل تنام. صفحة تلتمية اربعة وعشرين رقم تسعة بيقول space. انا بالعافية يا اخي سمعك. بالعافية سمعك يعني انا مش سمعك. بالاخر اصلا دي كده تعتبر منفي. بيقول لك turn the tv up. علي التلفزيون. انا مش سمعك. switch the tv on. شغل التلفزيون. انا مش سمعك بقول لك. switch on the tv برضو شغل التلفزيون. هي switch the tv on. هي switch on the tv. وده ان شاء الله هنبقى ناخده في شرح القواعد. يبقى اللي جابة نمرديه تيرن داوين دا تي في وط التلفزيون. عشرة. ايجيبت ايوة. في النيل. في ماء النيل. لا يمكن ان تمس او لا يمكن الاقتراب منها. كلمة هنا تبقى اسم ولا فعل ولا ادرب ولا هنركز برضو مع بعض يا جماعة احب الحاجات ديت عشان التلميذ برضو اللي متأخر ورا شوية او المستوى بتاعه تحت حبة يطلع معنا فوق ما تقلقش. قدي دلوقتي بيقول لي هنا دي ابوستروف اس ملكية. يبقى هل ينفع مصر? شير دي معناها يشارك ويتقاسم ولا شير دي تبقى اسم? حصة او نصيب. لان فيه هنا ابوستروف اس ملكية وابوستروف اس الملكية معناها ان اللي بعدها اسم يا ملك اللي قبلها. يبقى ييجبت شير دي كده معناها حصة مصر. لان فيه هنا ابوستروف اس ملكية يبقى اللي بعدها اسم يا جماعة. يبقى دي جابة ايه ناول? حلوة قوي يخلي بالك من كلمة أنا بالعافية سامع اللي بيتقال بواسطة الضيوف بتوع البرنامج المفضل بتاعي ضيوف البرنامج المفضل يبقى الراجل ده قاعد قدام التلفزيون بيسمع برنامج وهنا مش سامع الصوت بتاع الضيوف بتوع البرنامج هو عايز يسمع يبقى هنعلي التلفزيون ولا هنوطي الإجابة هتبقى علي التلفزيون لا هيبقى معناها اطفي ولا هيبقى معناها شغل هو الراجل أصلا قاعد قدام التلفزيون وبيسمع ناس ضيوف بيتكلموا في البرنامج المفضل بتاعه بس مش سامعهم يبقى هنعلي التلفزيون الإجابة نمرت ايه 12 انت ما تقدرش تتعامل مع حساب الفيسبوك بتاعك على تلفونك إذا لم ينقط تنزل التطبيق بتاع الفيسبوك هو في حد يقدر يتعامل مع حساب الفيسبوك بتاعه لما ينزل التطبيق حلو هنزل التطبيق بقى يبقى الإجابة إنستول تسطب أو تنزله لتنزل البرنامج أو تنزل التطبيق عندك بالإجابة نبرتسي 13 Your ID ID اللي هي البطاقة الشخصية أو الهوية بتاعتك بطاقتك بصبورك أي حاجة نتعرف منها على شخصيتك Is an important space that you can't do without هو نقط مهم أنت ما تقدرش تستغنى عنه Virgin نسخة IT تكنولوجيا المعلومات ولا document وثيقة البطاقة الشخصية بتاعتك وثيقة لا يمكنك الاستغناء عن أي طلب وظيفة أو تطبيق 14 Don't expect to get نقط response لا تتوقع أن تحصل على استجابة نقط I'll take my time to decide لا يا حبيبي أنا هاخد وقتي علشان أقرر يبقى ما تستعجلش وما تتوقعش مني استجابة فورية أنا هاخد وقتي بالإجابة نبرت إيه instant يعني فوري 15 Parents are responsible for الوالدين مسؤولين عن the number of their children يا ترى الأبهات والأمهات مسؤولين عن إيه بالنسبة لأطفالهم فورم منتدى space يعني مكان فاضي أو فضاء أو فراغ ولا ويل فيه الرفاهية وراحة ولا interview يعني الشخص الضيف اللي بيبقى في برنامج بل إجابة نبرتسي الوالدين مسؤولين عن راحة أطفالهم 16 With this amount of experience بهذا المقدار من الخبرة إن شاء الله عليك خبرة كبيرة Skills, المهارات and qualifications والمؤهلات You are really space to the job والله المهارات دي كلها والخبرة دي كلها والمؤهلات دي كلها ده أنت نقط للوظيفة دي Doin loaded متحمل أو متنزل ولا suited يعني ملائم أو مناسب ولا joined يعني منضم ولا shared مشارك واحد هيقول لي joined منضم يا أستاذ منضم لإيه فاندم وإحنا قاعدين قاعدة وهينضم للوظيفة أنت ملائم جدا للوظيفة دي أنت بشوف كده كأنه بيقول لي You are really suited to the job يعني أنت متفصل على الشغل أنا دي الوظيفة دي مقاسك suited يبال إجابة نبرد بي 17 I space the printer cable أنا نقط الكابل بتاع البرينتر الطبعة into one of the USB into into one في واحد من المخارج بتاعت USB USB ports of my laptop لللابتوب بتاعي يبقى أنا عملت إيه يبقى أنا حطيت الكابل يبقى أنا وصلت الكابل يبقى أنا دخلت الكابل يبقى الإجابة إيه plug in أو plug into يعني يوصل يحط في الفيشة يعني يبقى الإجابة كده plug into الإجابة number A ما ينفعش أقول طبعا install لأنه إحنا عرفنا install معناها يسطب أنت الكابل ده hardware أنت بتخطه في الفيشة بتاعت يبقى الإجابة إيه بلاج 18 يقول لك this online game اللعبة اللي عن نت دي puts you بتحطك في war environment بيئة حرب نقط you feel as if you are a warrior ده بتحسسك أن أنت فعلا محارب حقيقي in an actual fight في قتال واقعي أو فعلي يبقى دي بتدخلك في بيئة حرب افتراضية الإجابة نبريد بي virtual والافتراضي تعال على 19 my mother calls me twice a day أمي بتتصل بي مرتين في اليوم to make sure علشان تتأكد I am alright إن أنا كويس here هنا كلمة calls دي نوين اسم ولا ver بفعل ولا adverb حال أو ظرف ولا أجيب بصفة برضو نرجع تاني للتركيز يا جماعة my mother أمي فاعل ومي أنا مفعول بزمتكو إيه اللي بييجي بين الفاعل والمفعول فعل يبقى أنا أمي بتتصل بي مرتين في اليوم عشان تتطمن علي أو تتأكد إن أنا كويس يبقى أنا هنا هتبقى فعلي يبقى لإجابة نبري تبي تعال وإنتي بيقول لك أنا سوف أتقدم إلى نقط محاضر أو دكتور جامعة يعني معلن عنها على موقع المعاصر حلو أو يبقى حضرتك هتتقدم لإيه مؤتمر محاضر أو مؤتمر دكتور جامعة ولا توضيح ولا إمكانية واحتمالية ولا مكانة أو وظيفة الإجابة نبري دي هتقدم لوظيفة محاضر معلن عنها على الموقع الإلكتروني صفحة تلتمية خمسة وعشرين الجملة رقم واحد وعشرين بيقول لك أنا اشتريت نقط أصلية ويندوز حضاشر خلاص نسخة النسخة عندي ضربة نزلت نسخة جديدة اشتريت نسخة ويندوز اللي جابة نمرت إيه طيب تعال على بيقول لك تسليم أو توصيل المنتج توصيل المنتج عمل إيه بسبب إضراب العمال أو إضراب السوائين إضراب يعني السوائين ما يرضيوش يشتغلوا ويبقى المنتج ماله يا جماعة اتأخر اللي جابة نمرت سيدلي او الموظف الضابط حياته عشان ينقذ الطفل المختطف دي والرجل ده عمل إيه ضحى بحياته لا والله هو لسه مضحاش وأنا معايا هنا كلمة ده الإجابة نمردي يعني خاطرة بحيات عرض حياته للخطر النقطة دي لا تزال تحتاج إلى نقط أكتر مش كل الطلاب تفهموها النقطة دي محتاجة نقط أكتر مش كل الطلاب تفهموها مؤتمر توضيح ولا إمكانية واحتمالية ولا مكان أو وظيفة يبقى الإجابة نمردي نقطة دي محتاجة توضيح ما يهدك الصدع بتاعي ويل بطريقة جيدة تو ذا ميديسن للدواء يبقى استجاب الصدع بتاعي استجاب للدواء يعني خف يطبق يعني يسطب ولا يعني يكتم أو يسكت الصوت يبقى لجمع نمردي استجاب أنا لا أتوقع أنه هو سوف نقط هذا العرض الكريم حلوة قوي يعني عرض كريم والعرض الكريم ده يا جماعة أنا لا أتوقع أنه يقبل ولا لا أتوقع أنه يرفض لا أتوقع طالما عرض كريم مهم شوف بلاج إن يعني يوصل في الفيش قولنا كهرباء ولك إنت يعني يفكر أو يتخذ قرار وبعدين دي لي يتأخر ودكلاين يرفض أنا قلت دكلاين جاي بمعنى ينخفض وانخفاض وهنا جاي بمعنى يرفض وهي الإجابة في رقم ستة وعشرين دكلاين يعني يعني يرفض الإجابة نمردي هنا رن مش معناها بجري أنا رن هنا معناها يدير أنا أدير نقط عن طريق الانترنت بيساعد متعلمي اللغات يب أدير إيه يبقى فورم منتدى سبيس فضاء أو مكان فاضي والفرة فهي انترفيوي الضيف يبقى الإجابة من إمرأة إيه فورم منتدى على النت تمانية وعشرين محتاج مستوى عالي من نقط مهارات إيه بقى إن شاء الله للعمل الجماعي محتاجها إنت محتاج يكون عندك علاقة جيدة مع أفراد الفريق الآخر يبقى تنفع يعني مهارات فنية بس الراجل بقيت جملته بيقول أنت محتاج أن يكون عندك علاقات جيدة مع بقية أفراد الفريق يبقى هنا لازم الكلام يبقى يعني شخصي أو بين شخصي يعني أنت تبقى علاقتك بالأشخاص الآخرين في الفريق كويس بيقول لك أنوي إني أحضر المقام في فندق بيقول لحضرتك أنا كنت مشغول في مراسلة بعض الزباين أو العملاء نركز شوية جماعة هنا أنا كنت مشغول في مراسلة بعض العملاء كلمة مراسلة أو إرسال رسائل هنا في هذا المنطوق أو في هذا السياق نوع نوع اسم ولا بفعل ولا بحال ولا شوفوا أنا هجي معكم صريح إحنا هنا عندنا الفعل مشغول هو الفعل الأساسي للجملة وجاي ورا فعل زائد الفعل زائد لما بكون بقصد منه الاسم بسميه باللغة الإنجليزية يعني اسم الفعل يعني إيه اسم الفعل هو الحصول على الاسم من الفعل بإضافة للفعل يعني مثلا يسبح أنا عايز أقول السباحة هأعمل إيه هقول يبقى دي أصبحت اسم فعل يعني إيه اسم فعل بأحصل على الاسم من الفعل بإضافة آي إن جي وبالتالي المفروض هنا إرسال الرسائل هي اسم بس جاية من فعل اللي انتو بتسموه في اللغة العربية اسم الفعل اللي بنسميه في اللغة العربية اسم الفعل يبقى الإجابة هنا الأقرب للدقة والصح في الموضوع المسيجنج هنا إيه فعل لا تنفع اسم ما هو لو اسم ماشي بس مش اسم من الأسماء المطلقة أو الأسماء اللي احنا نعرفها ده محطوط له آي إن جي فالمفروض إنه كان يحط في الاختيارات مثلا كلمة جيراند اللي هو اسم الفعل وبالتالي التلامزة ما تعرفش الكلام ده أو مش مقرر عليها أو ما تشرحش أو ما تدرسش في الكتب يبقى الراجل إيه هناخد كلمة فعل على أساس إن أنا مشغول في إيه في فعل إرسال الرسائل أو في القيام بإرسال الرسائل يبقى الإجابة نمرت بي فيرب هي الصح ثيرتي ون الضغط العصبي ممكن نقط صحتك العقلية بلد يوصل في الفيشة ولا إنستول يركب أو يسبت أو يسطب ولا دستروي يدمر ولا شير يتقاسم الإجابة نمرت سي دستروي يدمر ثيرتي تو منتال هيلف الصحة العقلية أو النفسية or a direct نقط of stressful work life هي نقط مباشر للحياة العمل المليئة بالضغوط يبقى الراجل بيقول لك هنا الصحة العقلية أو الصحة النفسية هي نقط مباشر للضغط العمل أو فترة حياة العمل المليئة بالضغوط بل إجابة نمرت بي consequence يعني يعني نتيجة مباشرة للضغوط في العمل مشاكل الصحة النفسية أو الصحة العقلية هي نتيجة مباشرة لضغط العمل أو ضغط الحياة العمل المليئة بالضغط 33 to space this 20 جيجا بايت فايل كويكلي علشان نقط الملف اللي مساحته 20 جيجا ده كويكلي بسرعة يونيد a fast internet connection محتاج اتصال سريع بالانترنت يبقى انا هعمله في الملف اصلا الاجابة ان انا هدونلود هحمله طب يا مستر ما انا هاخد شير يعني يتقاسم او يشير يعني اه ماشي هو في حد بيشير ملف 20 جيجا ولا بيشير الرابط بتاعه انت لو هتشير حاجة زي كده انت بتشير لها رابط بترفع الرابط بتاعها وتشير مع الناس لكن تحمله وهي الاجابة الاصح هان 34 لما الكلمة اسم كذا معناه طلب رسمي لحاجة صدش از اجاب وظيف طلب وظيفة ما اقدرش ابدله باب ما احنا اتفقنا لسه شرحين في الكلمات قلنا ان كلمة لو معناها طلب توظيف لا تختصر الى لو معناها تطبيق تختصر يبقى الاجابة نمردي هي الصح يعني طلب وظيفة وخش على الصفحة اللي بعدها صفحة 326 معناك جملة رقم 35 بيقول لك اعطي الاطفال نقطة الخاصة بيهم عشان يختاروا ويقرروا يبقى انا اعطي الاطفال ايه اديهم مساحة اديهم فراغ حتى كده يتحركوا فيها يابقى رجاب اديهم المساحة الخاصة بيهم عشان يختاروا ويقرروا 36 بيقول لك يعني موضوعي اديني حل موضوعي حل منطقي اللي ممكن بسهولة انه ايه يجاب اديني حل منطقي حل موضوعي عشان يمكن ان يطبق 37 بيقول لك انا تم هنا مبنية للمجهول مش انا زرت انا اتزرت انا حد زرني انا تمت زيارتي بواسطة ثلاثة من نقط لما كنت صغير مين التلاتة اللي زروني حلوة لما كنت صغير لما كنت مريض مين التلاتة اللي زروني لما كنت مريض يعني زملاء يعني زميل من فضلك او فقط نقط انا لو في حاجة بوزت او حاجة حصلت يبقى لازم اقول لك يعني اتصل بي على طول اول ما حاجة تحصل تبقى الاجابة تصلي 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 تستطيع ان تحصل على الدعم الفني على الموقع بتاعنا كلمة سبورت هنا يا ترى اسم ولا فعل ولا صفح حل انا اللي هقول لك حضرتك هنا يو فين المفعول تكنيكال سبورت مش تكنيكال دية تفني صفة والصفة دي لازم توصف اسم يبقى سبورت دي ناون على طول دعم مش يدعم لان هنا جاي صفة يبقى بعدها اسم يبقى الاجابة ايه تكنيكال سبورت يعني الدعم الفني تعال على رقم 40 قلنا يعني يبحث فيه او يتحقق من نقط ان هم يبدأوا او يشغلوا فرع جديد او دا بانك للبانك هنا او ارتون في مدينتنا يبقى هم دلوقتي بيدوروا في ايه او بيحققوا في ايه امكانية بداية او امكانية القدرة على او امكانية ان هم يبدأوا فرع جديد هنا في المنطقة او في المدينة حلو تأكد من ان السماعات اللي صوتها عالي متوصلة يعني متحقق فيها متأخرة يعني منخفض او يعني يعترض على حاجة يبقى الاجابة هنا متوصلة تأكد من ان السماعات متوصلة هنا معناها مرفوضة ما تنفعش مرفوضة ولا تنفع معناها انه يقل او ينخفض هنا مش بيتكلم على صوت ولا حاجة بيقول تأكد ان السماعات العالية مش توطية مش توطية صوت هنا الانخفاض هنا يا جماعة لو هيقول منخفض صوت ويبقى هيقول هايقول متعلي ومتوطي لكن هنا الاجابة الادقة او الاصحية الاجابة متوصلة تعال على التعليفات التعليفات انك تترن حلو لايت راديو اتسترا off using او خلاص هو الراجل ايه قال هنا ايه قال او خلاص شكرا يبقى الاجابة او 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 نمبر انك تبدأ تشارك في نشاط. قلناها في التعريفات الاجابة تبقى نملك ايه? جوين. بيقول لك يجي من الخلف ويوصل لشخص تلحق واحد قدامك بان انت تحاول تصرع خطوتك او تمشي بسرعة. يبقى يعني يلحق بي. انك تخلي صوت الحاجة الصوت بتاعها اهدأ. او تخفي الصوت بالكامل. يبقى الاجاب من امرت بي ميوت. تعال على فورتي سيكس. تو نقط اس تو تيرن اماشين لايت راديو اتسترا اون. يوزنج اسويتش. ادي تيرن وادي اون. يبقى ايجابتك ايه? سويتش اون. فورتي سيبن. تو نقط اس تو انك تملك او تستخدم الحاجة ديت ومعاك نستانيا. يبقى احنا كده حنتقاسم. يبقى دي اسمها شير. لي جابان بريد سي. يشارك او يتقاسم. فورتي ايت. تو نقط اس تو تيرن سويتش اون. اماشين في الالة بس استنى از ان اوفن راديو اتسترا سو ذات ات بروديوسز مور هيت ساون انك ينتج حرارة اكتر او صوت اكتر. يبقى هنا بنتكلم في ان احنا نعلي. يبقى لجابة نمرد بي تيرن اب. معاية صفحة تلتمائة سبعة وعشرين الجملة رقم تسعة واربين بيقول لك تو سبيس از تو تيرن دا سويتش اون اماشين برضو صوتش از ان اوفن راديو. بس هنا بقى لس هيت. جايب حرارة اقل وصوت اقل. يبقى كده هنبدأ ان احنا نوطي. يبقى لجابة نمرد بي تيرن داون. بيقول لك تو نقط از تو اد نيو سوفتوير انك تضيف برنامج جديد للكمبيوتر اللي هو اصلا علشان يبقى جاهز ان هو يشتغل او يستخدم. يبقى انت كده هتسطب. يبقى لجابة نمرد بي انستول يعني يسطب او يركب برنامج. ففتي وان. تو سبيس از تو تراي تو فايند او دا تروث ابوت ابروبلم. انك تحاول ان تجد الحقيقة بخصوص مشكلة او جريمة. على شان تحل لها. يبقى انت كده بتعمل ايه لوك انت وبتحقق او بتدقق او بتدقق النظر او بتبص في حاجة. دين وخمسين. هي دراسة واستخدام العمليات الالكترونية. والمعدات الالكترونية لتخزين المعلومات. واجعلها متاحة. الاجابة نمرد بي اي تي يعني تكنولوجيا المعلومات. خلي بالي. نمرد اي دي اختصار اسمها اي 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 يعني بمعنى الزكاء الاصطناعي. والبي اتش دي اختصار فيلوسوفي دكتور يعني دكتورة في الفلسفة او حصل على دكتوراه. ودي معاك دي بتاع التطبيق باين تبع الكتاب المعاصر علشان خاطر التلامسة تخش عليه. ده كده كان الجزء الاول من كلمات الوحدة الخمسة. ان شاء الله اشوفكوا قريب على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.